فكر حمادة حاجة أو حمادة الثاني خالص؟ قل لي مع الحمادة الثاني الخالص، أنا أريد أن أعرفه الحمادة الثاني اللي هو لها علاقة بأن العشرة والحياة في بيت واحد ما بتتحققش إلا ما بتتجوزوا طبعا ودي بقى فيها طبع مختلفة وآراء مختلفة وحاجات كتيرة قوي بتعمل مشاكل فلازم لاتنين اللي هيتفجؤوا بالحاجات دي بس لما يتجوزوا يلاقوا حاجة مشتركة يقدروا أن هما يمشوا الدنيا كويس لكن لو ما لقووش حاجة مشتركة بينهم بيحصل بقى مشترك طيب هو أنت لما بتكون أنت وإيمي مثلا زي أيزو جيل في الدنيا يعني زعلانين أو أفشين مع بعض شوية أو متضايقين شوية بتسلحوا بعض إزاي؟ هل لازم الغلطاني يتأسف أولا ممكن حد يتنازل أو هيا بتبتدي؟ أو أنت بتبتدي؟ أنا شخصياً لو مثلاً غلطان خاصة أنها غلطان ما عنديش مشكلة أن أنا خلاص بعمل زعليش تماماً وأعتقد برضو ومصدرات لك أنها غلطانة لكن مش عارفت مش عايزة تتصلح بتعمل إيه؟ غلطانة ومش عايزة تتصلح؟ يعني مش بتقبل إيه غلطانة؟ خلاص لنا بقى أنت هتقرر فينا بس ما أبدتش بوادر الصلح شوف ألا ببقى إيه إيه شايف إنه هي يعني ممكن تبقى زعلانة بسبب إنها خالص إيه طيبة بتبقى إيه عايزة إيه يعني إيه صالحني أفهم؟ أفهم إيه أفهم إيه فالواحد بيكبر دماغه يعني تعمل؟ كدو الدنيا تمشي بقى أبو أنت بقى؟ أنا بحس أن أنا مش ضد إن حد يقول لحد سوري لو هو غلطانة يعني ما عنديش الإيجو ده لو أنا غلطانة بس لو أنا غلطانة أقول أنا هي قوي يعني يعني فل هو بس يعني عمتاً أنا بحس أن لو في حاجة مش كده موضوع عاصب عنه كده بتتكلم يعني هو تعيباً بيوح هو بيوح منتكلم فأنا روح رده أو أنا أتكلم فأوه إيه أنا هرد بس يعني مثلاً يعني مثلاً لو أنتو قفشين مع بعض النهاردة مثلاً أو مبار أو كدو جئين معنا في برنامج فأنتو قعدتو كلمتو مثلاً بيخلص كل الموضوع نمشي بها من نجم نتكلمش مع بعض بعد ما تمشوا نتكلمش مع بعض الآن عادي نتكلمش تاني عادي 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 لا بس إحنا اشتغلنا مع بعض ومسلسل كامل فممكن مثلاً هنا متعصبين هنتطر نروح في نفس البيت أو هنتطر نتعامل فغسبة عنك أنت بتكلم مع زميل يعني فأستاذ تفضل المخرج بيوجهك أنا مختنعش بالكلام ده موضوع بيبقى لا أستاذ حسن وأستاذ لا مش طريقة أستاذ لا بقوله المخرج مثلاً يقوله يعمل مدلوية مفضوع بس غسبة عننا ما بنعملش كده بتلاقي نفسك إنه تكلمنا ليه لو هو مثلاً غسبة عنه لو لقى حاجة غلط ده كارينج هيقولي لو أنا لقيت حاجة غلط مش معنا إن إحنا قفشين فمش هنقول إن الفي ده ده مسم ما تقولوش مثلاً يعني هقول بتبقى حساسة برضو في الحدة تي غسبة عنك هتبقى بتتعامل عادي مش كده ما بتبقى بنصور فعنا الحاجة طويلة وأكيد بنتخانك ومطار تبقى كامل الحياة كلها مش كده طب